من جانبه قال الناطق باسم الجيش الوطني العميد الركن عبد الموجلي ان قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل وطيران التحالف احرزت انتصارات كبيرة في جبهات محافظة الجوف واضفا الانتصارات التي تحققت من شأنها تغيير موازين المعركة لصالح السعادة مركز المحافظة الانتصارات متسمرة الحقيقة الميليشيات الانقلاب الحسية تعيش في انهيار نفسي وكذلك ايضا انفرار امام الضربات المركزة للطيران المقاتل وكذلك لاسلحة الجيش الوطني الاهم المعارك مشتعلة هي في محافظة الجوف سواء في النضود والعلم والريان والقدافر خلال اليومين الماضين تم تحقيق انتصارات كبيرة ستغير من مقرية المعركة وستكون ايضا منطلقا لتحرير مدينة الحزم وباقي محافظة الجوف ثم تكون انطلاقا ايضا لتحرير العاصمة صنعاء كما اكد العميد مجلي تحرير عشرات المواقع في محافظة الجوف والقضى على سرية كاملة من ميليشي الحوثي هنا الانقلابية اهم المناطق التي تم تحريرها هي منطقة الصبائغ بالكامل قبل عرفان قرن الكدادي مخيم القبيل وكذلك ايضا تبت قرن عجيل وصليحي والمحازيم وكذلك ايضا قبل حويشان هذا القبل الاستراتيجي وتلك المناطق غيرت من مقرية المعركة واحكمت الحصار على مقاميع من الميليشيات الانقلابية الحوثية يوم امس كان هناك اسر سرية كاملة من الميليشيات الانقلابية الحوثية الضربات الطيران كانت مركزة بدقة على الأهداف واستهدفت تعزيزات وتحصينات الميليشيات الإنقلابية